لازم نقف قدام زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة للكاتدرائية وانا مش عايز ابقى مبالغ وكمان مش عايز اهون انا انتوا عارفين طبيعتي لا بحب التهويل ولا التهوين لا المبلغة ولا التقليل انا بحب احط كل حاجة في نصابها بس الحقيقة الطريقة اللي بيتعامل بيها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الكنيسة المصرية ومع البابا تودرس ومع مسيحي مصر طريقة الحقيقة انا شايف ان فيها الكثير من اولا العفوية والتلقائية رقم 3 كثير من الود الذي كان مفتقدا لسنوات طويلة انتوا عارفين انا بقول الكلام زي ما يطلع وزي ما يرضي ربنا مش يرضي العباد لان انا مش هدى فيه ارضاء الناس ارضاء الناس دي غاية لا تبتغى قبل كده كان بيتم التعامل مع الرؤساء رؤساء بالصفة عامة بقى من غير زكر اسماء مع الكنيسة على اساس التعامل البروتوكولي وارجوكوا تحاولوا تفهموا كلامي كويس بدون تأويل وبدون تفسيرات منهاش لازمة انا اللي هعنيه هو اللي هقوله قبل كده في العصور الماضية كان التعامل مع الكنيسة المصرية من قبل طيب بعدين من قبل ده حد عايزي يجامل يعني من قبل الرؤساء والانظمة المصرية تعامل فيه مراسمية فيه نوع من الرسميات تعامل بروتوكولي بمعنى انه في الاعياد يتبعت كبير الياورام يتبعت كبير امناء رئاسة الجمهورية يتبعت مندوب عن السيد رئيس الجمهورية يتبعت مش عارف كذا ويتبعت برقية انه رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة تهني الاخوة الاقباط بعيدهم ومشعب ايوة تتمنى لهم كلمتين اللي هم شكل رسمي بروتوكولي جدا وده طول الوقت كان عامل مش هقول عالة فجوة ولا حالة عزلة ولا حالة كذا بس كان حالة عامل حالة جفاء شوية حالة جفاء شوية ما بين الدولة ممثلة فيه اكبر مؤسسة فيها هي مؤسسة الرئاسة وما بين الكنيسة المصرية وهي اكبر قامة روحية تتعلق بمسيحي مصر اما سياسة الرئيس عفتاح السيسي من ساعة مجيه رئيس الجمهورية الحقيقة لازم نعترف انها مختلفة بيتعامل مع الكنيسة باعتبارها صديق مش شخص غريب بنتعامل مع بعض بالرسميات عارفين حضراتكم شخص غريب ده لما بيحصل له لقدر الله حالة وفاة حالك بتقوم رفع السماعة تليفون او مسك التليفون بتاعك وبعت له برقية عزاء نشاط لكم الاحزان وكذا وكذا تأمر امين خلا صح لكن لما يكون المصاب ده عند حد قريبك صاحبك قوي جزء من عيلتك بتعمل ايه؟ بتعمل اللي بيعملوا الرئيس اليومين دول خد بعضه ونزل وراح وقعد مع البابا النهاردة في زيارة كل الحاضرين فيها وكل المتابعين لها وصفوها بانها زيارة كانت ودية جدا كانت دافئة جدا وكانت زيارة لملمة الجراح زيارة الرئيس النهاردة للكنيسة لتعزية المسيحيين ورمزهم البابا تودرس في رأيي وفي توصيفي الشخصي المتواضع كانت زيارة لملمة الجراح والتبطبة معناها ان الامكم الامنا مصابكم مصابنا شهداؤكم شهداؤنا هنا مش شهداء الاسلام ولا هنا مش شهداء المسيحية شهداء مصر شهداء الوطن اللي بيدخل بقى الجنة كشهيد ولا كصديق ولا كبؤمن ولا ككافر ولا كذا ده ربنا سبحانه وتعالى وربنا ما اداش سك دخول الجنة ولا النار لحد لكن الوطنية سكوك احنا نقدر نمنحها بناء على افعال الناس مش على اقوالها وانا كلمتكم بارح يعني ايه مسيحي ومصر اثبتوا بالافعال لا بالاقوال انهم مدرسة الوطنية المصرية ومش بس النهاردة على مدار شهور وسنوات فزيارة الرئيس النهاردة للبابا هي زيارة الود والصداقة وكبير العائلة المصرية اللي بيقول لواحد من عائلته انا زعلاني والقلم مسني زي ما مسكه ودول ولادي زي ما هم ولادكو والرئيس ما عملهاش بس في الحزن ده عملها كمان في الفرح الرئيس عبدالفتاح السيسي هو اول رئيس لجمهورية مصر العربية يزور الكاتدرائية في الاعياد في الاعياد لو تفتكروا اعياد البلاد ما سابش عيد من ساعة ما جي رئيس الا وكان هناك لان انت قريبك وحبيبك وصديقك بتعمله كده بتروح له في الفرح وبتروح له في الحزن عشان كده بقول لكم انه سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه الكنيسة المصرية ودي بالسياسة شخصية لشخص اسمه عبدالفتاح السيسي هذه سياسة رئيس الجمهورية اذا هذه سياسة الدولة المصرية في هذا العصر تقوم على الود والمحبة واذابة الثليج والجفاء الذي ترسخ كثيرا في سنوات كانت القيادة المصرية تتعامل فيها بشكل رسمي مع الكنيسة المصرية وكأنها كيان خارج الوطن الان على مسيحي مصر ان يطمئنه فالكنيسة هي مؤسسة من اهم مؤسسات الوطن وباعتراف قيادة الوطن الرئيس عبدالفتاح السيسي ترجمة نانسي قنقر